سعيد الآن هل بتقديركم يمكن لدول أوروبية أن تخضع أن تستسلم تحت سطوة الغاز الروسي؟ طبعا لا لن تستسلم ولن تتراجع عن قراراتها والاتجاهها الاستراتيجي بالتخلص من قطاع الطاقة بشكل كامل الروسي أريد أن أوضح نقطة فيما يخص موضوع النفط في حزمة العقوبات السابعة التي تم اتخاذها منذ فترة تم اتخاذ قرار بالتخلص أو قطع العقوبات على قطاع النفط وعدم استيراد النفط الروسي اعتبارا من الخامس من شهر ديسمبر المقبل ستدخل هذه العقوبات وهذا حيث سيتم تخفيض الآن يتم تخفيض بشكل تدريجي للاستيراد النفط الروسي وسوف يتم التخلص من 92% من النفط الروسي في أوروبا اعتبارا من الخامس من ديسمبر وهذا يعني أن عمليا إذا أخذنا بعين الاعتبار خلال ثمانية أشهر كمية النقود التي دخلت إلى البنك المركزي الروسي نتيجة تصدير النفط إلى الاتحاد الأوروبي كانت 93 أو 94 مليار دولار فيما المقابل 73 مليار دولار للغاز وهذا يعني أن قطاع الغاز أقل أهمية بالنسبة للميزانية والدخل الروسي أقل أهمية من قطاع النفط لأن أسعار النفط أعلى وكمياته أكبر التي يتم تصديرها لكن الاتحاد الأوروبي يعتمد شرق أكبر على الغاز الروسي وليس على النفط لكن الحديث الآن دكتور الحديث عن إغلاق مصانع في أوروبا تحت تأثير هذا القرار عن أعداد كبيرة من الناس سيفقدون وظائفهم وغير ذلك من التداعيات هذا مؤقت هذا بشكل مؤقت والجانب الأوروبي يتفهم بشكل كامل هذه التبعات لهذه الحرب وهو يفهم أن هذه الحرب الآن يتشن روسيا حربا عليه حرب الطاقة ولكن في حال رضخ فإن روسيا سوف تشن عليه حربا عسكرية كما تشنها الآن على أوكرانيا وأن أوكرانيا هي الجبهة الأولى لخط الدفاع الأول عن الاتحاد الأوروبي لذا يمكن القول أن الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا الآن لاتفاع عن نفسها ضد الدبابات الروسية في الدونباس حتى لا يقوم بالتفاع عنها على حدود باريس أو على حدود بحر المان هذه مسألة مهمة جدا دكتور سعيد ابقوا معي لو تكرمت يدرك الأوروبيون حجم المعركة بتقديرك دكتور رمزي يمكن أن يتحملوا رغم أنك أشرت إلى موضوع طريقة عايشهم لكن ألا يدركون كما أشرت دكتور سعيد بأن الأوكرانيين اليوم يحاربون بالنيابة عنهم لذلك عليهم أن يتحملوا بعض تداعيات وضريبة هذه الحرب المستمرة أنا لا أعتقد أبدا أنه الروس كانوا في وارد ولو بعد عشرين وثلاثين عاما أن يشنوا حربا على أوروبا لخصوصية أوروبا يعني الروس منذ ثلاثين عاما هم يحاولون أن يؤمنوا حدودهم من حلف الناتو يعني ومن تداعيات تطويق حلف الناتو للحدود الروسية أكثر من هيك كانوا لا يطمحون نعم يحكم روسيا الآن إنسان دكتور مستبد قد لا تأمن قراراته لكن لا يمكن أحد ولا أحد من المحللين غير الدكتور برك الله فيه يعني قال أنه ممكن روسيا كانت تغزو أوروبا حقيقة استحواذها على أوكرانيا وربما كانت تفكر ببولندا هذا أخذها جزء من أوروبا لكن أكثر من هيك ما كان في أكثر وهذا جزء من خطتها لتأمين حدودها ليس أكثر الآن الحرب في أوروبا حرب اقتصادية حقيقية الحرب في روسيا حرب عسكرية والسؤال من سيستسلم أولا وزير الاقتصاد الألماني أو وزارة الاقتصاد تقول نحقق تقدما جيدا في الإمدادات البديلة عن الغاز الروسي ثم ثلاث مصادر يبحثون عنها الغاز الطبيعي فرصة الاستقلال عن الغاز الروسي هم يتمنون أن يستقلوا يعني بعد هذه الحرب ولا قبل ما كانوا يخططون للاستقلال بدليل هذا نورث ستريم الذي كلف 11 مليار دولار بتمويل ألماني أوروبي يعني ما كانوا يخططون لذلك ولا كانوا يصبون أن يدخلوا في حرب مع روسيا الذي أدخل الروس والأوكران والأوروبيين في هذه الحرب هم الأمريكان وهذا خلص صار واضحا للعيان وإلا أوروبا ما كانت تخطط ولا الروس كانوا يخططون لمهاجمة أوروبا كانوا دخلوا في مرحلة من العلاقات المتقدمة الاقتصادية والسياسية والثقافية بشكل متقدم جدا جزء كبير من المال الروسي بدأ يستثمر في أوروبا على المستوى الرياضي والفني وغير ذلك هذه الحقيقة يعني الذي أدخل المنطقة في هذه الحرب هم الأمريكان الذي يعاني من هذه الحرب الروس يعانون معاناة عسكرية بشكل أساسي وطبعا اقتصادية لكن أشرت إلى التكوين الذي يجعلهم يتحملون إلى مدى طويل والذي يعاني من هذه الحرب معاناة اقتصادية هم الأوروبيون والذي يعاني من كل الجهات هي أوكرانيا التي دمرت على رأس أهلها لا بد من حدث فيصلي ينقل الحرب إلى مكان آخر مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ أنا أظن أظن